لتعطي الجهال ذكاء احنا ابتدينا بقى بكلمة الجهال اللي ايه اساس المشكلة يبقى لازم نعتبر نفسنا واحنا بنترس السفر ده بالذات ان كلنا قاعدين لمواغزة زي التلامزة الخيبانين اللي معترفين ان احنا جهال عايزين نعود الاعداد معترفين بان احنا جهال يحكى ان القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك ساب بلاد العز وكان مركزه كبير معلم اولاد الملوك يعني على درجة علمية عالية وجيت رهبا في الصحرة في مصر وكان اللي رهبا كلهم فلاحينه بسط فجاله زوار من اليونان من مكانه القديم فطبعا تحصروا عليها ايه الاعيشة اللي انت عيشها دي والاعداد اللي انت عيدها دي قال لهم صدقوني الالف به الروحية اللي يعرفها اي فلاح في دول انا لسه متعلمتهاش الالف به الروحانية اللي فاهمنها الحكمة دول انا لسه معرفتهاش يبقى لما جاه الدير اعتبر نفسه جاهل واعتبر نفسه انه اي راهب ما يعرفش يقرأ ويكتب احسن منه فاهم ربنا اكتر منه عارف طريق السماء افضل منه فبقى يتعلم من الكل فبقى قديس عظيم انما احنا للأسف احيانا علمنا خبرتنا سننا بتدينا احساس مزيف ان احنا حكماء لا دي حكمة الدنيا دي ما تسواش حكمة الدنيا دي ساعة تضيع تقال عنها القديس يا عقوب حكمة ارضية نفسانية واحيانا تبقى ايه شيطانية فتبقى فهلوة تبقى مكر تبقى دهاء تبقى خبص وكل ده بيتقال عليه حكمة عند الناس لا لا الحكمة النزلة من فوق يعني ببساطة تعمل الصح اللي يرضي ربنا ربنا عاوزك تعمل ايه هي دي الحكمة مش الدنيا بتقول ايه والمعرفة والخبرة كلام ده ما ينفعش لتعطي الجهال ذكاء وهنا الذكاء مش مقصود به الذكاء الايكيو يعني لا لا الذكاء يعني التصرف السليم في كل موقف الحكم السليم على كل امر فالذكاء هي كلمة مستخدمة بديلة لكلمة الحكمة لكن محدش ياخدها بانه زكاء يعني واحدة هيحل مساء الرياضة معقدة يعني لا لا مش هو ده المهم والشاب اللي تعطي الشاب معرفة وتدبورة عشان كده قلنا جزء الاولاني يميل انه يكون ايه خاص بالشباب والشباب ده يعني مش المراهق الصغير لا الشباب يعني كل الناس لكن على الآل لغاية 40 سنة بيتقال عليهم شباب يعني والشاب تعطيه معرفة وتدبوراً يعني الشاب يعرف يدبر حياته احنا فعلاً عندنا ازمة في الشباب دلوقتي ان شباب كتير اختيارات هو غير حكيمة بيتصرف تصرفات واضح انها عن جهل ويبقى معاه شهادة من كلية كبيرة يعني م بس هو مش حكي ازاي يقع الوقع دي ازاي يمشي في السكة دي ازاي اي حد يلعب في دماغه وكده تحس انه فين مخك ابنيه ما هو ناقص حكمة ما هو لما اغزل يكون ابوه امه كمان ما علموهوش الحكمة الروحية ما اروش معاه سفر الامثال ما ذكروش معاه الاناجيل اذا الغرض تاني اللي تعطي الجهال دكاءا وتعطي الشاب معرفة وتدبرا